رسمياً وأخيراً الهاتف المنتظر الريدمي نوت 11 أصبح متوفر في الأسواق الجزائرية فنتعرف على سعره ومصفاته مع مميزاته وعيوبه وهل يستحق الشراء أم لا ولكن قبل ذلك ادعمونا بلايك للفيديو لتحفيزنا على تقديم المزيد السلام عليكم معكم عادل من قناة الدقاء التقنية أخيراً الهاتف الريدمي نوت 11 أصبح متوفر في الأسواق الجزائرية بسعر 3.930 لنسخة 18 جيجا مع 4 جيجا رام للعلم أن هذا الهاتف ياتي باسمه العالمي البوكو أم 4 برو الهاتف يقدم مجموعة من الموصفات الجيدة خاصة من ناحية المعالج حيث يعتبر من أفضل المعالجات في هذه الفئة السعرية أولاً نبدأ بالتصميم وقد اعتدنا عليه كثيراً من شومي مؤخراً حيث يعتبر تصميم عصري ومميز فمن الخلف ستجد كاميرتين فقط في إطار مستطيل دائر الحواف ومن الأمام ستجد ثقب صغير في متصف أعلى الشاشة مع حواف دائرية وبالنسبة للخامات فتأتي من البلاستيك سوى في الظهر أو الإطار كما أنه مقاوم للماء والغبار بشهادة IP53 أي رذاذ الماء فقط والهاتف يزن 195 جرام أيضاً هاتف الردمي نوت 11 لديه شاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.6 إنش بجودة Full HD بلعص وبدقة عرض 2400 في 1800 بيكسل مع كثافة بيكسلها 399 بيكسل لكل إنش تمتاز بمعدل تحديث 90 هرتز ومعدل لمس يصل 240 هرتز الشاشة بصراحة لم تتغير كثيراً على هاتفها السابق البوكو أهم ثلاثة برو وكنا نتمنى أن تكون من نوع أمولد ولكن شاومي لديها رأي آخر الهاتف يدعم صوت ستيري ويدعم منفى 3.5 مليمتر ويدعم تقنية الـ Air للتحك في الأجهزة الكهربائية أيضاً الهاتف لا يدعم تقنية الـ NFC ولا يدعم تركيب الذاكرة الخارجية ومن أبرز نقاط قوة الهاتف هو المعالج حيث يأتي بمعالج قوي وهو الـ Demensity 210 يدعم الـ 5G ويأتي بدقة تصنيع 6 نانومتر مع المعالج الرسومي Mali-G57 MC2 الهاتف سيقدم لك تجربة آداء مميزة جداً وقد حصل على منصة أنتوتو لاختبار الآداء على أكثر من 353 ألف نقطة ليكون بذلك من أفضل الهاتف آداء بسعر 3.900.000 يعني لمحبي الألعاب سيكون خيار مناسب جداً للشراء والهاتف يأتي بعدة خيارات للتخزين مائة وثمانية جيجا مع أربعة وستة جيجا رام ومائة وثمانية جيجا أو مائتين وستة وخمسون مع ثمانية جيجا رام مع ذاكرة من نوع UFS 2.2 ويأتي بنظام أندريد 11 مع واجهة الـ MIUI 12.5 أيضاً الهاتف يمتاز ببطارية جيدة بحجم 5000 ملي أمبار تدعم الشحن السريع بقوة ثلاثة وثلاث نواب أي يشحن الهاتف 100% في ظرف 62 دقيقة فقط هاتف الريدمي نوت 11 لديه كاميراتين في الخلف الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل بفتحة عدسة A1.8 والثانية بدقة 8 ميجابيكسل وهي للعزل الكاميرا تعتبر جيدة بالنسبة لهذه الفئة السعرية أي بسعر 3.900.000 كما أن الكاميرا تدعم تصوير الفيديو بدقة FHD بمعدل التقاث 30 و60 FPS وبالنسبة لكاميرا سيلفي فتأتي بدقة 16 ميجابيكسل على العموء هاتف الريدمي نوت 11 يقدم مواصفات جيدة شاشة بحجم كبير ومعالج قوي وكاميرات ممتازة مع صوت ستيريو قوي كما أنه يدعم الفايف جي وأما الهاتف المنافسة له في هذه الفئة السعرية يوجد هاتف الريلمي 8A وهاتف البوكو اكس 3 NFC وأما المميزات التي يتميز بها الهاتف أن لديه تصمير جذاب معلوان رائعة ويمتلك شاشة كبيرة مع 90 هرتز ونسبة تباين ممتازة أيضا لديه بطارية مميزة مع شحن سريع ولديه أيضا صوت ستيريو ومن أبرز مميزاته المعالج رح يقدم لك تجربة آداء ممتازة أيضا الكاميرا تعتبر مقبولة إلى حد ما وأما عيوب الهاتف هي كالتالي أولا كنا نتمنى أن تأتي الشاشة بمعدل أعلى من 90 هرتز أيضا لا توجد كاميرا للماكرو للأسف والكاميرا لا تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K كما أن الهاتف لم يأتي بأي جديد على هاتفها السابق البوكو ام 3 برو إلا في المعالج وفي الأخير ما رأيكم بالهاتف وسعره وهل يستحق الشرع بسعر 3.900.000 فشاركونا رأيكم في التعليقات دمتم في رعاية الله وحفظه